أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مشاريع مدن البحرين الجديدة تشهد تسارعا ملحوظا خلال الفترة الحالية وتحديدا الأعمال الإنشائية في المدينة الشمالية التي تشهد تقدما كبيرا بحسب الجدول الزمني المعادل لتنفيذ حزم المشروع المختلفة مشيرا إلى أن نسب الإنجاز بالمشاريع قيد التنفيذ بالمدينة وعددها ثلاثة ألاف وتسع وثلاثون وحدة سكنية تبلغ ثلاثة وتسعين في المائة فيما تجاوزت نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية سبعين في المائة في أعمال البنية التحتية وقال الوزير خلال زيارة ميدانية أن وزارة الإسكان بصدد طرح مناقصة لأكثر من ألفين وتسعمائة شقة سكنية وثلاثمائة وأربع عشرة وحدة خلال العام الجاري فضلا عن مناقصة أعمال التجميل والتشجير للمدينة بالجزر رقم عشر وأحد عشر واثني عشر وغرب الجزيرة أربعة عشر خلال الفترة القليلة المقبلة مبينا في هذا الوقت أن إلا أنه من المتوقع يتم البدء في تنفيذ جسور الجزيرة التاسعة والعاشرة والحد عشر والثاني عشر متى منتهت الوزارة من إجراءات الترسية بخطوات ثابتة وطموحات كبيرة تواصل وزارة الإسكان سعيها الدؤوبة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستحقين تنفيذا لما ورد في برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وخلال زيارة تفقدية لسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إلى المدينة الشمالية للإطمئنان على نسب الإنجاز والوقوف على آخر التطورات في هذه المدينة المتكاملة أكد سعادته أن نسب الإنجاز بالوحدات قيد التنفيذ بالمدينة وعددها ثلاث ألاف وتسع وثلاثون وحدة سكنية تبلغ ثلاث وتسعين بالمئة فيما تجاوزت نسب الإنجاز في أعمال البنة التحتية لهذه المدينة سبعين بالمئة فهذه المدينة سوف توفر حين اكتمال نسب الإنجاز نحو خمسة عشر ألف وحدة سكنية مجهزة بأحدث التصاميم على مساحات واسعة تربط ما بين جزورها شبكة متطورة من الطرق والجسور مستوى الإنجاز في المدينة الشمالية الحمد لله جدا مطمن وإنما بعض أجزاء العمل في هذا المشروع الضخم يحتاج تسريع طبعا المدينة الشمالية فيها بنية تحتية قوية ولا سيما الجسور الأربع للمركبات التي تربط مختلف مناطق المدينة الشمالية أو جزر المدينة الشمالية نحن الحقيقة نقف على الجسر الأول إن شاء الله نتأمل خلال الشهر القادم أو منتصف الشهر اللي بعده إن شاء الله يكون جاهز هناك كمرحلة أولى جسر المركبات الأول وجسر مشاء مخصص للمشاء يربطا للجزيرتين بالإضافة إلى الجسر الحالي هناك ثلاث جسور للمركبات وجسر إضافي للمشاء الحقيقة الجسور الأخرى هي في مرحلة المناقصة ونأمل إن شاء الله أنه أيضا يتم ترسية قبل هذا العام من المؤمل إن شاء الله أنه يكون الجزء الأكبر من هذه الجزيرة يكون جاهز مع منتصف أو بعد منتصف هذا العام بمشيئة الله تعالى ملامح هذه المدينة العصرية تكشف عن مدى اتباع الوزارة لأحدث طرق الإنشاء والتصميم عبر الأخذ بعين الاعتبار أعلى المعايير التي تلبي من خلالها حاجات ورغبات المواطنين الكرام علاوة على الخدمات الأساسية من محطات توقف لسيارة النقل العام ومحطتي كهرباء رئيسيتين وتسع محطات فرعية ومحطة مياه ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي فضلا عن وجود الخدمات والمرافق الرئيسة كالجوامع وحاضنات ورياض الأطفال والمدارس وجامعة ومستشفى رئيسي ومراكز صحية وعيادات ومدينة رياضية تضم أستاذ كرة قدم بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة علاوة على الإطلالة البحرية المميزة نحن أيضا حقق نسب إنجاز جدا عالية في مشروعنا بالتعامل مع القطاع الخاص وكهو موجود الآن تجاوزت نسب الإنجاز 90 و95% باقي أعمال جدا بسيطة تتعلق بأعمال التسجير والتسجين وإن شاء الله تعمل الوزارة على استكمال هذه الجزء ليكتمل المشروع حزم مشروع المدينة الشمالية المختلفة تمتاز بهندستها المعمارية الفريدة وتنوعها من جزيرة إلى أخرى ومن حي إلى آخر جميعها تعكس الطابع البحريني الفريد بأسلوب عصري وجمالي يلب التنوع الكبير في رغبات المواطنين المنتفعين من هذه الوحدات طبعا لاحظ أن هناك تفاوت في نسب الإنجاز ولكن إن شاء الله نحن حريصين على تسريع وتيرة العمل لتتعادل نسب الإنجاز في هذا المشروع الكبير أيضا من الملاحظ أن هناك تنوع في الوحدات السكنية وهذا التنوع يعني مقصود لإضفاء نوع من الخصوصية لكل حي بما تناسب مع الموقع والأطلالة وهكذا وطبعا نرى أن هناك أيضا التنوع بحث ذاته ميزة أو سمة من سمات المدينة الشمالية أنا طبعا الآن نقف على الجزء الغربي من المدينة الشمالية وأيضا نسب الإنجاز الحمد لله أن وصلت إلى نسب متطورة سعادة الوزير الحمر خلال جولته هذه أكد أن الوزارة تولي مشروع المدينة الشمالية أولوية كبيرة ضمن خطتها الاستراتيجية باعتبارها أحد أبرز الحلول التي من شأنها حلحلة الملف الإسكاني بشكل كبير بالشكل الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق طموحات واحتياجات المواطن البحريني الذي يعد المحرك الأساسي لمسيرة التنمية في المملكة والمستفيد الأول من التطور الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية تقدم كبير في نسب الإنجاز بهذا المشروع مشروع المدينة الشمالية الذي تعول عليه وزارة الإسكان بشكل كبير للتخفيف على طلبات الإسكان المستحقة وعلاوة على ما يعنيه هذا المشروع من أهمية كبيرة لوزارة الإسكان فهو يحتوي ويتميز على العديد من التصاميم الداخلية والخارجية للوحدات الإسكانية التي تناسب الأسر البحرينية دحية العمري لمركز الأخمار تلفزيون البحرين